من جهة أخرى لخص تقرير بريطاني أهدف الزيارة المكثفة والشاملة لوزير الخارجية التركي هاگان فيدانا ورؤيته للحلي في العراق موقع مديلا يستأي يصلت الضوء في تقريره على زيارة فيدانا والذي أرد الحديث مع الجميع في العراق من دون استثناء بحثا عن مصلحة أنقرة في عراق مستقرة لفتا إلى أن جهود بغداد وأنقرة في التصدي لحزب العمال والعمال في مشاريع المياه يمكن أن يعرقلها النفوذ الإيراني وأضف التقرير أن اجتماعات فيدانا مع أبرز الشخصيات الشعية المتحالفة مع إيرانا بما فيها ذلك قادة فصائل من بينهم فالح الفياضة ونور الملكي وهادي العامري دليل على ذهابه بثوب رجل الاستخبارات الأول في تركيا وبسبب ارتباطاته السابقة فهو يعرف جميع اللاعبين في العراق من أجل ضمان أمن تركيا بتقويض تحركات حزب العمال في جميع الاتجاهات ترجمة نانسي قنقر